أثار فرار سجين مغربي من السجن استنفاراً كاملاً من قبل السلطات الإسبانية حيث قام بالهروب بشكل احترافي يوم 24 من الشهر الجاري مستغلاً فترة الزيارات العائلية للسجناء ووفقاً للتقارير الإعلامية الإسبانية ينحدر السجين المغربي الأصل من مدينة السبت المحتلة ومتهم في جريمتين إحداهما قتلاً بالخطأ والثانية تحت سبق الإصرار والترصد لرئيس المافيا التي ينتمي إليها حدثت عملية الهروب المثيرة في أحد المراكز السجنية عالية التحصين والمراقبة سجن ميكو الواقع حوالي 40 كم غرب مدريد استغل السجين فترة الزيارة الأسبوعية التي تقوم بها العائلات خاصة أن السجن كان في فترة زيارات مكثفة بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة وأدى فرار السجين المغربي إلى حالة من الارتباك في أوساط أجهزة الأمن في إسبانيا وأثارت العملية فضول وسائل الإعلام التي تحاول حتى اللحظة الكشف عن تفاصيل طريقة الهروب التي تبدو كمشاهد من أفلام الأكشن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر